اشتركوا في القناة خط هجوم يعني جيد جدا عنده يعني اكتر من حد بيشارك في العدد الاهداف اللي هو بيحرزها لو نتكلم كابتن دايما في العشرين مباراة اللي لعبوا من الاتحاد خسر تمانية وعشرين نقطة فدايما هو عنده التوازن ده تمانية وعشرين نقطة اللي هو خسره مقارنة بالفريتين يعني تقريبا المتساوي معهم سواء كان منتكلم على زد او منتكلم على انبي يعني هو مقارب بعدد مباراة الفوز فبالتالي زي ما كنا انا بنتكلم ان هو في العشرين مباراة استقبل في اربعتاشر مباراة وعنده ستة كلين شيت ولكن على الناحية الدفاع لا بيستقبل اهداف كثيرة فعنده مشاكل في خط الدفاع واضحة بالارقام فريق ما بيلعبش الشورت باصس بشكل كبير فريق عنده مشاكل في حتى في التمريرات الدقيقة ودكتة في البلد أب عنده مش ملوش ملامح لانه ده مش اسلوب كابتن طرق العشرة مزبوط وده بيعكس كلام حضرتك كنت بتوصف اسلوب كابتن طرق العشرة طبعا لناحية الدفاعية يعني اللي هي الأجريسف بشكل كبير جدا بنشوفه قدام الفرق الكبيرة بيقلب لخمسة أربعة واحد وبيعمل تكتلات دفاعية بشكل كبير جدا صحيح وبيتضربوا بكورات بينية ومتمرات يعني اختراقات من العمق بشكل واضح جدا وسهل جدا وده هنعرضه ببعض الحالات ولكن خلينا نبص على أرقام من فريق الاتحاد ونترجم من ناحية الفنية عندهم نقاط القوة ونقاط الضعف زهرة ازاي لعبه طبعا زي ما احنا عارفين عشرين مباراة مش هنقارن برضو لان احنا لسه بنادي الاهلي عنده مؤجلات نتكلم في 13 مباراة لنادي الاهلي الفوز عند الاتحاد فازه في 8 مباريات خسارة في 4 مباريات وتعادل في 8 مباريات نحن الثاني الاهلي طبعا 8 فوز 2 خسارة و 3 تعادل بالنسبة لنادي الاهلي ما فيهما عشان بس نوضح الفوز في المباراتين الاخرانيين قدام لإسماعيلي والجونة ما كانتش مبارات مؤجلة من الدور الأول المبارات دي في موعدها الحقيقي في الدور الثاني صحيح تقريبا هي المباراة للاتحاد اللي هي المباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع فعشان كده كابتن النتائج بنقول ان الاتحاد تقريبا عنده توازن مقارنة بفرق الدور الأخرى زي ما كنا بنتكلم بزد ومبي وقريب برضو من المصري اللي هما طبعا بيحتلوا الأول 5 فرق في الترتيب حتى الآن الاتحاد طبعا الخامس بفرق أهداف أو فرق نقطة واحدة عن الفرق التاني الترتيب زي ما بنقوله هوت 5 من 32 نقطة خسر طبعا 28 نقطة في العشرين مباراة بالنادي الأهلي الترتيب رقم 10 طبعا ب27 نقطة من التلتاشر مباراة ده كده بشكل عام عن الفريتين تعا بقى نخش نشوف النحية الهجومية الفريتين من النحية الهجومية شكلهم عام لزيكا كابتن نايمن الاتحاد 26 هدف في العشرين مباراة ده بيقولك المعدل التهديفي ضعيف جدا يعني 1.3 في المباراة الواحدة وده رقم مقارنة بالنادي الأهلي النادي الأهلي هو أقوى فريق من ناحية المعدلات التهديفية بالمباراة الواحدة لأن الأهلي 29 هدف في طبعا ال13 مباراة السابقة فبالتالي النسبة المعدل التهديفي عند الأهلي أعلى 2.3 أو 2.5 النسبة للأهداف الـ XG المتوقع عند الأهلي 34 يعني كان ممكن نصف إلى 34 هدف عند الاتحاد 38 هدف عايز أقول حضرتك 38 هدف دول عند الاتحاد هو من الفرق اللي هي عندها تحويل الفرص لأهداف عالي يعني نسبة إضاءة الفرص عندهم مش كبيرة ده بيقولك أنه هو بيسرق من أنصاف الفرص يعني عندهم مبلوله هداف الفريق بزبط عشرة حتى بوتينج ده خمسة وعنده مساهبات بـ 2 أسست نفس الكلام في مبلوله فبالتالي الرقم ده بيقول لنا أنه عندهم لعيبة ممكن تخلص من أنصاف الفرص وفعلا تبكى للأرقام ما بيضيعوش فرص كبيرة جدا غير النادي الأهلي معدلات تهديفية عالية عنده فرص كبيرة جدا بالتالي كان ممكن نصف إلى 34 هدف الركنيات 94 ركنية للنادي الأهلي يعني معدل 7 بيء المباراة الوحدة وده أعلى فريق في الدوري العام حتى الآن في معدلات أو عدد الركنيات بالمباراة الوحدة ناحية الثانية عند الاتحاد من أقل الفرقة في الركنيات والكورسات برضو هنشوفها لأنه بيصل لـ 3.8 يعني تقريبا أربع ركنيات في المباراة الوحدة عمل 76 ركنية في العشرين مباراة حتى الآن بس كاللي بالك من مفاتيح اللعب وكمان في الخط الأمامي رميات التماس صحيح يعني غير الركنيات رميات التماس عنده بيرميها سليفو مورو بطريقة كأنها أقوى من الركن الركنيات صحيح سليفو مورو فعلا من العابة للارتكاز اللي بيشارك بيساهم بكور كتير جدا ولكن بصدنا برضو على أرقام سليفو مورو اللونج بول ما بيساهمش بشكل كبير جدا فيها صحيح وبينعبيده أحسن من الركنيات صحيح يعني دايما بيساهم مثلا بالإيد عندهم أربع هداف بس بالهيدين أو بالرأس يعني بالمناسبة عندهم أربع هداف ضربات جزاء يعني خلينا نقول أنه فعلا فريق ما بيعملش ركنيات كتيرة بالمباراة نفس الكلام عنده الأسست 14 أسست ده برضو رقم جيد جدا في معدل التهديف اللي هم أحرزوه 26 هدف ناحي التاني الأهلي 23 أسست تمريرات المفتاحية دايما الأهلي عنده طبعا تمريرات مفتاحية كثيرة جدا بتصل لعشر أو اتناشر كمان شفناها في بعض المباريات 128 حتى الآن فيه 13 مباراة ناحي التانية 112 تمريرات المفتاحية عند الاتحاد يعني معدل 5 أو 6 بالمباراة الوحدة ده الشكل الهجوم تعاني شوف بقى تحويل الفرص لهداف زي ما كنت بقول لحضرتك لا يعني نحن نتكلم مش نتكلم على الاتحاد يا شباب يعني 12% اتحاد 12% من تحويل الفرص لأهداف نادي الأهلي 15% زي الرقم ده بيحكس الـ XG اللي احنا شفناه كابتن ايمن ونسب إضاعة الاتحاد أو لعيب الاتحاد للفرص مش كبيرة جدا فبالتالي 12% ده مقارنة بالفرق الأخرى في الدوري اللي بنشوفها 8% 9% لأ رقم جيد جدا صحيح ولازم ناخد بالنا منه من ناحية الهجومية زي ما حضرتك وصفت ان عنده لعيبة بتشتغل كويس جدا زي ما احنا اتكلمنا تزديدات بالمباراة 10 تزديدات في المباراة الوحدة 3 بتبقى On Target يعني بيشكله خطورة الدقة بتصل لـ 36% ناحية التانية عند النادي الأهلي هو من أكثر الفرق طبعا تزديدا على المباراة في المباراة الوحدة بيصل لـ 14 و 15 تزديدة منهم 5 على 3 خشبات بدقة 35% اهداف بقى من داخل منطقة الجزاء النادي الأهلي احرص طبعا زي ما احنا عارفين 29 هدف 26 هدف منهم من داخل منطقة الجزاء من واقع 129 تزديد الناحية التانية عايز اقول لحضرتك انه هو من خارج منطقة الجزاء عند النادي الأهلي فيه 3 اهداف من خارج منطقة الجزاء من واقع 68 تزديد 68 تزديد من خارج منطقة الجزاء احرص منهم 3 اهداف فقط فاحنا قوتنا دايما جوه منطقة الجزاء داخل منطقة الجزاء الناحية التانية عند النادي الاتحاد نفس الكلام عنده 132 تزديدة من داخل منطقة الجزاء جاب منهم 22 جون من طبعا 26 جون فيه أربع هدف زي ما قلنا طبعا ضربات الجزاء محسوبة من داخل منطقة الجزاء ولكن هو عنده هدفين من واقع 79 تزديدة من خارج منطقة الجزاء ده برضو معدل بيقول لحضرتك أن التزديدات من خارج منطقة الجزاء عند نادي الاتحاد لا تشكل خطورة بشكل كبير جدا العرضيات بالمباراة هو بيصل للعشرين عرضية بالمباراة يعني بدقة 25% يعني مقاربة من نادي الأهلي اللي بيعمل 22 عرضية أو كروس في المباراة الواحدة بدقة 24% يبقى هم عندهم عرضيات كثيرة ولكن ركنيات قليلة صحيح الاستحواز من أقل الفرق طبعا في الاستحواز نادي الاتحاد 44% ولكن هو رقم جيد مقارنة بالفرق الأخرى دايما بيقول عندهم توازن في بعض الأرقام نادي الأهلي بيصل ل60% استحواز ده طبعا المتوسط على عدد المباراة كلها التمريرات الصحيحة هو الاتحاد من تالت أقل فريق من التمريرات في المباراة الواحدة صحيح والتمريرات الصحيحة اللونج بول كثيرة جدا يعني 240 تمريرة صحيحة بدقة ضعيفة جدا 69% وده اللي بنعكس على البلد أب والتحضير عنده دايما بنشوفش الشرطة الصص عندهم أو تمرات كثيرة في المقارنة الناحة التانية الأهلي 475% وده من أعلى الأرقام بدقة 84% انت الكاميرات الطولية زي ما حضرتك وصفت بالضبط 57% وبصل 60 تمريرة في المباراة الواحد اللونج بول عندهم كثير جدا بدقة 34% الناحة التانية عند الأهلي 39 بدقة 47% استقبلوا 24 هدف في العشرين مباراة وكان ممكن يستقبلوا 52 هدف من وقع كمية التزديدات على مرماهم وكان الهدف المستقبال المتوقع يصل إلى 52 هدف ناحة التانية الأهلي 14 هدف في 13 مباراة وإحنا نعتبر دلوقتي بالـ 14 هدف اللي احنا مش راضين عنهم دايما بنقول كده تاني أقوى خط دفاع في الدوري العام حتى الآن يعني أقل الفرص تقبالا ولكن مقارنة بعدد المباراة الأهلي الأفضل ناحة التانية شباك نظيفة زي ما كنا بنقول الخمسة أنا أعتقد كمان ستة كمان وصلوا ست يعني نعد الرقم ده ست كلين شيت من العشرين مباراة فاستقبلوا هدف في الـ 14 مباراة والنادي الأهلي 4 خسارة الكرة بالمباراة 42 مرة 38 مرة عند النادي الأهلي ولكن 42 مرة عند الاتحاد ومعظم طبعا تحت ضغط عالي بيخسروا بيه كرة والاتحامات الهوائية اعترضات عندهم بشكل كبير جدا سبعة في المباراة الوحدة ولكن عندهم إبعاد الكرة من الخلف بشكل فيه يعني كمية كبيرة جدا بالكرات 20 مرة في المباراة هو من أضعف الفرق أو من أكثر الفرق إبعادة للكرة ده معناه بيدلل إنه عنده مشاكل في الناحية الدفاعية ناحة التانية النادي الأهلي يعني من أفضل الفرق في إبعاد الكرة من الخلف 11 مرة فقط استعادت الكرة بالمباراة طبعا عندهم البوري كافري 84 مرة وبيعملوا بولون ويكسبوا الكرة 122 مرة في المباراة الوحدة ده بيقولك أنه عنده لعيبة زي ما حدثك وصفت في الإنترو معدلات العمرية عندهم والسنية عندهم قليلة أو صغيرين فعندهم المعدلات الجارية عندهم عالي جدا يعني أمور وسليف من الناس اللي بتشاركوا بتجري كتير جدا ده الشكل العام بالنسبة للنحية الهجومية والنحية الدفاعية عند الفريتين بتورينا طبعا النقاط اللي احنا تكلمنا فيها عند الاتحاد مشاكل في النحية الدفاعية بشكل كبير جدا ولكن هو من أسهل الفرق اللي بتتضرب من العمق زي الجونة بالظبط خلينا نتفرج على بعض الحالات يا كابتن أيمن اللي بتورينا النهاردة وبتشير الفريق الاتحاد الفرق الخصم فيه آخر مباريات احنا عارفين هو زي ما حدثك قلت خمس مباريات عنده اتنين خسارة واتنين تعادل وعنده فوز وحيد على البلدية 2-1 والبلدية من أضعف الفرق دايما الشبات اللي بتتلاعب لونج بول في خط الخلف ده ماتش الزمالي شوفها كابتن احنا بنتكلم على ثلاث لعبة من اتحاد في الخط ورا خالص ومعاهم لاعب واحد من زي نادي الزمالي خلاص الركابة تبدو كويسة يعني حتى في نص الملعب 2-2 ولكن هنا بقى التركاي الشبات اللي بتتلاعب في ظهر المدافعي الاتحاد بتشكل خطورة بشكل كبير جدا وده نقطة من نقاط الضعف عنده نكمل كرة كرة لعبة لونج بول في ظهرهم على طول نزلت عن ديزيز وكمل بيها وبقى أصبح فيه مواجهة المرمى وأحرص هدف لنادي الزمالي طيب عاديين بقى نشوف المثال ده هل المثال ده بتكرر؟ اه يعني ده خلاص راح على المرمى وأحرص هدف خليين بقى نشوف مثال تاني نفس الكلام بص شوفتها كابتن من العمق يعني كرة الفاتكت من الطرف من ناحية اليمين حتى برضو في العمق كتير جدا عندهم مشكلة فيها يبدو التمركز عندهم يبدو انه هو صحيح عندهم دايما زيادة عبدي ولكن كرة لما بتتلاعب شوفها كابتن نظريا بس نظريا تطبيق بقى على الأرض كرة تتلاعب أي تشيب صغير كده من خلف المدافعين بيتضرب بسهولة جدا ما يعرفوش يسايا الكنترولينج عندهم ضعيف جدا على الكرة وإيه الناس خلاص الضربة أصبح في مواجهة المرمى وأحرص هدف ده مثال تاني هو للاختراكات من العمر تعالي نشوف مامثالة في المباريات تاني دهما مباراة سراميكا كله بطر الكرة تلعبت هنا بكل سهولة جدا يعني دي كانت على فكرة مرتدة الكرة تلعبت شوفها كابتن في الظهر خط الظهر عندهم فيه مساحات كبيرة ولكن برضو عندهم زيادة عددية ومع ذلك بيتضرب وكرة يدلع بيينيات بالزبط سواء كانت على الأرض أو تشيب باية أو لونج بول بتنزل على طول بيبقى في مواجهة المرمى ويعني لو كملنا أحرص منها هدف تعاني شبابة مباراة الإسماعيل نفس الكلام كوبي بيست احنا عرضنا شبابات عالية شوية أو لونج بول وهنا على الأرض اختراق من العمق على الأرض بتشكل خطورة كبيرة جدا ده مباراة الإسماعيلي ده الماتش اللي هو التعادل واحد واحد مظبوط في الآخر خمس مباراة فعلا شوفها كابتن هو عنده زيادة عددية اتنين على اتنين هنا ولكن الكرة تلعبت بسهولة جدا أصبح في مواجهة المرمى على الأرض أصبح لعب الإسماعيلي في مواجهة مهدي سليمان طبعا وأحرز هدف للإسماعيلي كان هدف التعادل معدلات الاتحاد بيستقبل أهداف دايما في آخر ربع ساعة في الشوت الأول وآخر ربع ساعة في الشوت الثاني لأنهما دايما حضرتك عارف الفرق الدفاعية وبتلعب بشكل دفاعي ما بيتناسكش بالضبط نسبة التماسك والكنترولينج عنده ما بيقدرش نهو يكمل بيها حتى الـ 45 دقيقة وده اللي ظهر عند الاتحاد ده بشكل عام كده أرقام الاتحاد ومعظم نقاط الضعف عندهم ونقاط الكوة أشرنا إليها بالأرقام في اللعيبة اللي عندهم طبعا بواتينج أو طبعا مبلولو هدفين الدوري يعني عاملين شغل عالي جدا وبيستغلوا أنصاف الفرص ونسب تحويل الفرص لأهداف عندهم عالي جدا ونسب إضاعة الفرص مش كبيرة وده بيدلل أن هما عندهم لعيبة بتصنع أو بتحرز أهداف من أنصاف الفرص بلنا منها يعني ده شكل عام عن المبراتين إن شاء الله الندي الأهلي هو اللي يسجل النهاردة من أنصاف الفرص إن شاء الله لنا لقاء بعض المباراة والندي الأهلي هو اللي كسبان وواخد تلات نقاط بإذن الله طرجة مهم نخلص نهاردة على خير يوم للسبت نروح بقى أفريقيا إن شاء الله شكرا شكرا هو عن البس كلمنا عن الأرقام وزي ما إحنا عارفين إحنا كجماهير عارفين أسلوب وطريقة لعب الكابتن طارق العشري خاصة لما بيلاعب الأندية كبار وبخاصة النادي الأهلي إسلوب لعب ما بيتغيرش عنده قوة هجومية في الخط الأمامي هو بيعتمد على موبالولو ولكن كمان عنده لعيبة بتعرف تجيب جول من نص الملعب يعني عنده عبدالغاني محمد لعيب كويس لعيب شاب لعيب إمكانياته كويسة جدا بيعرف يجيب جول هو اللي جاب الجول الثاني في ماتش بلدية المحلة جول المكسب بيكمل عنده أحمد عادل مهاري ولعيب سريع الحركة برضو بيكمل فهم عندهم في الخط الأمامي عندهم قوة عكس الأرقام زي ما قال الباز في الخط الدفاع يتمنى إن شاء الله النادي الأهلي يقفل عليهم في مفاتيح القوة وخصوًا الخط الأمامي اللي هو أصلاً مصدر الخطورة ويستغل إن شاء الله الثغرات أو ضعف خط الدفاع بيشرفنا الآن خبرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس للحديث